أول حاجة من هنا يخواننا نحن خشينا في عملية بتاعات ممكن تحدي التحدي ده يخواننا فوقه قيادي فريق أول سعادة الفريق أول ياسر العطة دي رثالة من هنا أول حاجة موجهة لهم أول حاجة أنا بقدر أقول لك يا سعدت ياسر مبروك ويت سبحان الله الكلمة اللي قلتها شفنا بعيننا الآن بتتحقق لكن ده ما معناه أنه اكتمل النصاب ولا اكتملت العملية بتاعت التحرير ما اكتملت عملية التحرير لحد اللحظة ما اكتملت لكننا نحن شايفونه الآن ده إيه تصدقت في كلمتك اللي قلتها قبل أسبوع الكلمة اللي قلتها أنا قاعد ألي هنا صدقت في كلمتك اللي قلتها الآن لكن لسه على المتبقى كم يوم بلسه على المتبقى ستة يوم وأتمنى إنه توفي بما قلت أتمنى إنك توفي بما قلت دي رسالة لك رسالة لسعادة الفريق أول ياسر عبد الرحمان العطا الكلام اللي قلتها قبل أسبوع وده كان عمارة عن قريب من التحدي الليلة إيتها نحن شايفين بعيوننا إنه الشي قاعد يشتغل الآن والشي الماشي ده عجبنا جدا وسرباننا وده الشغلة اللي احنا طالبنا به لكن التحدي غايم الباقي فيه ستة يوم تسلم مفتاح هذا كلامك أو هذا كلامنا نحن هذا ليس كلامك أنا قلت شنو في الكلام ده اتبسطت جدا جدا والشي الماشي الآن أنا شايف أنه ده الشغلة نحن دائرنا على مستوى مدرمان الستة يوم قريبة جدا يا سعدتك الستة يوم قريبة جدا وأتمنى إنه توفي بما قلت أتمنى وأنا متأكد واسخ تمامنا عندنا سقة كافية جدا وسقة كبيرة جدا جدا في جيشنا على مستوى الأرض ونجدد حتى على مستوى القيادة نجدد فإنه إنتوا قادرين تماما تنهو حاجة اسمها مليشة تعجين جويد على مستوى أرض اللقاح طيب تحياتي أولا الموقف العملياتي من هنا أنا بقول حي الله هؤلاء الرجال على مستوى شندي مستنفرين على قوات مسلحة على جهاز أمن على شرطة على مستوى لا يتنهر نيل لكن دعونا نقول شندي في الأمس مفروض نطلع نتكلم لكن بحمد الله في واحد من الشباب ده طلع صور له لايف فيديو سقير مده ثلاثة جدقائب رسالة لأهلنا على مستوى ولاية نهر النيل عشان يعرفوا تفاصيل الشي قاعد يحصل وإنه مليشات الجنجويد إصرارة على إنها دايرة تمشي وإنها دايرة تخش وإنها دايرة تعمل وإنها شوفوا يا ناس أنا أطمئنكم تماما إنه ولاية نهر النيل تأمين الحقيقي ما بيتمثل في الجيش فقط تأمين ولاية نهر النيل بيتمثل في أهلنا الموجودين المواطنين المستنفرين الرجال الحقيقيين المتواجدين على مستوى ولاية نهر النيل هم الآن الدرجة الحقيقية بالنسبة للولاية هم التأمين للولاية هم التأمين للولاية عشان تعرفوا الكلام كويس إنتوا كأهالي مواطنين على مستوى ولاية نهر النيل إنتوا المؤمنين الولاية حقتكم مؤمناء حاجتان يقيركم إنتوا أهلنا دار جعل التحية لكم بدون فرس بدون فرس التحية لكم الحصل كالآتو والناس لاتين تعرف تفاصيل أول النقطة لذي ما الناس تفهم إن الماليشيات الجنجويت تتحركت حصلت عمليات بتاع التحرك وكانت مرصودة ما بالتهويلة الكبيرة اللي قالوه الناس لكن عمليات تسلل لعربات ماليشيات الجنجويت اللي كانت أساسا متوجدة على مستوى المصفى والمتوجدة على مستوى القرى المحيطة باتجاهات وضرملي مشت كده بفوق لحد ما وصلت المنطقة بتاع المصورات والناس شهدت الحاجة وفي متعاونين في المناطق ذلك يحاولوا أن يخفوا تجمعوا في المنطقة ذيك كلام ذا حقيقي ما يقارب الـ 42-43 سيارة ركزوا معانا كويس في الكلام ذا تجمعوا هناك الهدف كالأهدي هم عارفين تماما أنهم ما بيقدروا يعملوا أي حاجة ما بيقدروا يستولوا عليه شندي ولا بيقدروا خرشوا ولا دخول شندي ما بيقدروا عليه لكن هناك أهداف لا بد من الناس تركز فيها الناس دي لداري يشقلوا الراية العام دارين يخلقوا عملية بتاع التدوين على مستوى القرى المحيطة بشندي أو بولاية نهرانين القرى بتاع الشندي دارين يدونوا ويخلقوا فيها عملية بتاع التدوين عشوائي وعمليات بتاع التصوير على أساس أنه يقول لكم نحن وصلنا شندي والمقصد ما شندي الناس لازم تركز في العتة دي المقصد ما شندي وهم ما قضين إنه يخشوا شندي في حد ذات لكن قضين إنه يقتلوا بعض المواطنون يحرقوا بعض القرى المحيطة بالمنطقة دي ويفكوا عملية بتاع المدافع والأشيدي فكوها على مستوى القرى دي ليس سبب معينة السبب الرئيسي لازم الناس تفهموا أن أحقاد الجوية الناس دي أن هذا جوان كمية بتاع الأحقاد ما طبيعية اتجاه أهلنا على مستوى ولاية نهر النيل والولاية الشمالية ونفس الشيء نفس الشيء الآن اللي يعمل فيه بجايدة الآن وصلتنا برضو كذلك معلومات على أساس أنه تثريب معلومات من داخل مليشيات الجنجويد على أساس أنه يخلق عملية بتاع التدوين عشوائي على مستوى القرى المحيطة بمروي الكلام دانا بقول لكم قد يترونوا من الآن يجب الآن أن الناس يجب تعرفي الحصد الشيء اذن عندما نحاول أن يخش أخواننا شير المعلومة وصلت الله يجب تضرب الناس تعمل لينا شير المعلومة وصلت على استخبارات المعلومة قد وصلت جهاز الاستخبارات وناب جهاز الاستخبارات بولاية نهر النيل المعلومة سكتت ما سكتت موضوع ده سكتوا عليه بدوا في عملية بتاعة التكتيف خططهم وطلعت لهم مجموعة من المستنفرين ومن الجهاز ومن العمل الخاص دي المجموعة طلعت وطلعت من بدر جدا جدا وقالت لهم تعالوا هنا والله يعجبوك والله الذي لا إله إلا هو يعجبوك جقموهم دقوهم ما طلعت منهم ولا أربع عربات والله الأربع عربات أو عفوا ناستة عربات الستة عربات طلعت من المنطقة والله تطاردت تطاردت ستة عربات من اثنين وأربعين عربية والله نازل جقموهم دقوهم دق العيش حياكم الله أيها الرجال على مستوى شنتي دقوهم دق العيش الستة عربات طلعت جدت اتجاهها المصفى والله طاردون وصلوا لحد المصفى لحد المصفى طاردون ودوهم هناك أنا عشان كده قلت لكم إنه ولاية نهر النهر ولاية مؤمنة والكلام اللي قلنا قبل اليوم قلنا لكم والله ما بتقدروا تعمل اي حي وما بتمشوا اي مكان وقالتما هدفكم هدفكم ان يتكتلوا المواطنين هدفكم انكم تخلقوا عملية بتاع رعب على وسط المواطنين لكن الان المواطن ذاته اصبح جيش الجيش مال القوات المسلحة اللابس البارغيت دي لا لا دي مواطن الان على مستوى الدولة السودانية هو بتنسل انه جيش الجيش الان الحقيقي كل الشعب السوداني الان اصبح عملية بتاع الجيش جيش شغل بل اضافة كذلك لأهلنا في الولايات الشمالية وللجيش وانا ما بوجه رسالة القوات المسلحة في الولايات الشمالية بوجه رسالة للمستنفرين ولأهالي الولايات رسالتنا ليكم انه الناس هدفهم واضح هدفهم انه يكتلوا بمدافعنا الصغيرة انه يفقوا عملية بتاع مدافع على مستوى القرى ويصوروا يقولوا ان احنا وصلنا الولايات الشمالية ويخلقوا عملية بتاع الزعزعة ووجوطة وبالرامج لكن عشان قبل ما هم يحاولوا يعني يخشوا ولا يعملوا اي نوع من انواع التفاصيل احي رسالتنا ليكم انه شنو كل القرى المحيطة من الكيلو انت طالع من قهوتك المناطق دي تكون فوق مجموعة بتاع ارتكازات هناك عشان مش يتجموا عشان مأولاء عربيتين ما يجو خششين بالمنطقة دي بقادي رسالتنا ليكون عربيتين ما يتجو لانه الناديل يا اخوانا هدافهم اهداف بتاع عنصرية وهداف جهوية واهداف بتاع احقاط للأسف الشديد ما عندها علاقة مع اخلاقنا نحن كسودانيين الناديل دارين باي طريقة يمشوط البرنامج العنصر الجهوي على اسئلن البلد دي يا فيها يا نظفها يا ان بدارين البلد تكون فوق عملية بتاع حروبات قبلية وده ما حيحصل باذن الله ده ما حيحصل نهائيا على الاطلاق ده ما حيحصل دجانب الليلة انا بورستل بتكلم على مستوى الجزيرة مدني تحديدا الجغي ما الحصل للمليشة بتاعة جنجويد على مستوى مدني في الميناء وعلى بعض الاحياء بتاعة مدني عبر الطيران وعلى بعض المواقع المتواجدة فوق مليشة الجنجويد على مستوى الجزيرة وبشر الناس وبشر الناس الليلة حصلت معركة داوية جدا جدا على مستوى مدني وجغموا فوق مجموعة من مليشات الجنجويد والآن الجيش اللحظة اللي أنا بتكلم دي مخطط القوات المسلحة إنه الدخول لمدني تحرير مدني من مليشيات الجنجويد أنا ممكن أقدر أقول لك إنه مقبل مقبل الساعات القادمة أو الأيام القادمة يوم يومين أنا بقدر أطلع أقول لك يا ذو المدني محرّة تمام من مليشيات الجنجويد أقدر أقول لك الكلام ده أقول لك مدني تحرّط من مليشيات الجنجويد ده كلام مفروق منه الجغمة اللي تجغموه هناك ده الدقة اللي دقوهوا على مستوى القطين وطلعوا القحاط وطلعوا للأسد أنا أوجه رسالة لكل الصفحات الكبيرة ركزوا معانا قويس في الحاجة اللي بقول لكم القوات المسلحة دي عندها طيران النسور الجو دير يخواننا ما قاعدين يشتغلوا شرقه السعي ما بيشتغلوا شرقه السبهلي لعشان الناس يجد قول لك المواقع دي كلها يخواننا بتكون في تحديد للأهداف الأهداف اللي بتتضرب دي يخواننا في كل مكان يخواننا دي أهداف عسكرية بتعتبر دي ميليشيات بتاع الجنجويد اللي حصل على مستوى القطين كل الناس شوفوا يا أخواننا أي مواطن رسالة لأي مواطن أي تجمع للميليشيات الجنجويد وإنت موجود أبعد منه والله أنا بقول لك لأنك هتصبح هدف عسكري هتصبح هدف عسكري للقوات المسلحة وقول لك بالواطن فده أدى فرق الميليشيات الجحاطة وإعلامهم وتفاصيلهم وللأسف في ناس الآن بخشوا لنا بقول لك يا راكز يشنو 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 يديك الكلام الطيب بقول لك والله أنا أسي شوفوا الناس يضربوا البيت الفلاني وما ضربوا أي مكان اسمح كلامي دي الجنجويد ذاتهم دي الجنجويد عشان ما يقبال بارد ويقبال سياسة لتعامهم عشان دائر يمسك عليك دائرة كتب مجرد ما تطلع عشان يخلد لو عمليه بتاع تبرو بربغند فالكلام اللي يقولوا لنا لأنك تداعم القوات المسلحة الكلام اللي تقولوا أنت فالناس تركز كويس الحصل في القطينة والحصل في مواقع كثيرة جدا جدا شوف مواقن ذاته يكون في أماكن تجمع مليشيات الجنجويد ده ما هدف عسكري يعني إنت دائر الطيران دايج يضرب الجنجويد ديل وإنت قاعد في نصهم يعزل الجنجويد وخليك إنت إنت ذاتك ما في حاجة بتخليك تقعد في وسط الجنجويد أصلا ما في حاجة بتخليك تقعد في نص مليشيات الجنجويد عشان ما تقعد تقعدوا تتباكوا تتسوى ما تتباكوا الكلام ده كان واضح من القيادة بتاعة القوات المسلحة ومن القوات المسلحة أي مواقع لتجمع مليشيات الجنجويد المواطنين كلاما كانت قوات أبعدوا منه أبعدوا منه المواقع بتاعة تجمع مليشيات الجنجويد الحصل في القطينة لما نطلعنا إنه قلنا الطيران الطيران مش ضرب معسكر ضرب معسكر على مستوى القطينة معسكر لتجمع مليشيات الجنجويد على مستوى القطينة يجعل المواطنين أساساً يقعدوا في المنطقة لم يكن هناك شيء يجعلهم يقعدوا هنا حسناً عندما يتدقوا الماليشة عندما يتدقوا على مستوى القطينة طلعت من القطينة ومشت على منطقة العزازة اتجاه الجزيرة هذا الكلام قبل ثلاث ساعات الخلام يخرج من القطينة من المناطق المحيطة بالقطينة ليس القطينة ذاتك كمدينة من القرى المحيطة بالقطينة عندما اتجغموا هناك المعسكر قاموا جارين جروا ما شوين جروا ما شو المنطقة بتاعت العزازة اتجاه الجزيرة الكلام قبل شوية 13 عربية ودينا معلومتي للقوات المسلحة اتجغمت منهم ثلاثة عربات او عفوان اربع عربات اتجغمت منهم الليلة والباقي 13 عربية الآن بتكلم معك العربات المشت في اتجاه منطقة العزازة على مستوى الجزيرة جارين هاربين من شنو من الجغمة في القطينة في القرى المحيطة بالجنيه في القطينة هذا الحصر لذلك لا تقعد التصوير أنه الطيران تبقى بالملة الطيران لا تقعد يجلي منه اهدافه لا تقعد ومتعلم هذا المرسومة لا يوجد كابتن يضرب بمساجه هذه أهداف عسكرية حقيقية ترفع إحداثيات بالملة لا يوجد لهم يضرب المواقع الماليشات الجنجويت لا يضرب المواطنين الناس لا تقعد تضلع كلام فارق لا يوجد مواطنين يضرب أخواننا إلا المواطنين اللي بتواجدوا على مستوى التواجدهم في داخل المليشة أو في فئة ما كنت في جمعات المليشة والكلام ده واضح إنه رسالتنا للمواطنين لما انجقمون على مستوى القطينة أخواننا جروا ومشوا خشوا الجزيرة مشوا خشوا قره زي العزازي وزي وين وزي وين أنا أقول لك الكلام ده هسي الآن قبل ساعة ونص أو ساعتين خشوا هناك خشوا المناطق ديك جروا خشوا المناطق البغادي ليه لأنه ضاقت بيوم الشغل دي على مستوى القطينة بيجعي جقمون جقيم تقيل جدا جدا والجزيرة دي والله الجزيرة دي هتكون المغبر عليكم والجزيرة دي هتتكرتن كلكم جواهدها كلكم يا مليشي ابتعد جنجوي هتتكرتن جوا الجزيرة دي والكلام ده نرقوا مدني دي ما فضلت لها حاجة لقد تهي يا محمد كلام جميل جدا تسريحات دي هسرات دي تسريحات يعني بيطمن الناس وشغل ماشي كويس واللجان يتفقد يعني ومنتظرن إده حاجات بسيطة جدا والجزيرة كل ينظر في وقت واحد وكلام ده ماشي بالكربون وبرد الانتشار جنجوي تفي ولايات نهر النيل يعني مناطق مثل الحجر الاصل والجيلي دي البحاول ان يخونا يعمل خسار بأي ترغي في ولايات الشمالية دي وناس دي لك جهزين لكن جنجوي تلهم مسررين ان داري خشو شندي فناس دي لك جهزين كان فات بأي عربية أي عدد من عربات نازل بقدر بسودوم وبرد في مدينة الناس دي شغالي فهو شغل تقيل برد جيش عزم انو داري حرر المدينة دي جنجوي تلهم وشغل مسيرات شغل تقيل جدا جنجوي تبقى ما قادر يكون حتى في البيوت فبرد في محرس قطينا انو ناس في سودانين يعني قايدين المطبلاتية دي لطلو تكلموا انو جيش بدوغ المواطنين وقلب زي يخونا اج جنجوي تل من زمانك من زمانك لمن يسمى صوت الطائرات بفكو بتدوين أشوائي في كل مواطنين يقولوا تيران ضرب مواطنين عشان يعملوا حرب علامية يعملوا شغل دوغوا اول ناس بجروا بمشو مواطنين يقولوا تيران دقاقوا مواطنين انت مابتكون تارف كيف يمكن نIGiliz بجروا بطلقف حاول أبيد نفسك من أي مكان توجد فيه جنجاويد أي مكان فيه جنجاويد يتلو بيتك وجنجاويد جودي في ناس بقاعدون بالقصب لكن لديوا الطريقة أطلق لهم بيتك فإن شاء الله نصير هلم لأقواتنا شاء الله